السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأكمل معكم شرح بقية دروس الوحدة الأولى من كتاب الإنجليزي للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول وبالمبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بدرسنا اليوم والذي يتحدث عن grammar وهي القاعدة في هذا اليوم لدينا تقريبا ثلاثة قاعدات سنبدأ بالقاعدة الأولى والتي تتحدث عن simple present tense زمن المضارع البسيط سنتعرف على صورة هذا الزمن ومتى نستخدم هذا الزمن صورة هذا الزمن كما تعلمنا في السنوات الماضية أن يأتي الفعل مضافا إليه إذا كان الفاعل مفرد أو إذا جاء ضمير الفاعل هي والشي وإت والتي تدل أيضا على المفرد ولا نضف للفعل أي شيء يأتي بدون إضافة إذا جاء الفاعل جمع أو إذا جاء ضمير الفاعل ويمكن أيضا في زمن المضارع البسيط أن يأتي الفاعل الرئيسي هو البرب أي إما إز أو آر أو آم إز تأتي مع المفرد آر تأتي مع الجمع هذا بالنسبة لصورة زمن المضارع البسيط متى نستخدم هذا الزمن؟ يعني نستخدم هذا الزمن عندما نتحدث عن حقائق شيء حقيقي لا يختلف عليه اثنين أو في الحالات الثابتة والمستقرة والتي لا تتغير أو عندما نقوم بعادات وروتين معين نرى الأمثلة يعني الريال السعودي هي العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية طبعا هذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان وهنا جاء الفاعل الرئيسي إز لأننا نتحدث عن مفرد الجيل الرقمي يشتمل اليوم على الشباب إذن هذه أيضا حقيقة جاء هنا الفاعل مفرد إذن الفاعل بعده أضفنا إليه S أنا أتناول غداء حال عودتي إلى المنزل هذه عادات وروتين أقوم بفعله يوميا هنا جاء بعد ضمير الفاعل I الفاعل بدون أي إضافة أيضا جاء بعد ضمير الفاعل I هنا الفاعل بدون أي إضافة My parents read the newspaper every day أيضا حبيت وروتين عادة ما يقوم والدايا بقراءة الجريدة كل يوم إذن جاء أيضا الفاعل بعد الفاعل الجمع بدون أي إضافة ننتقل الآن إلى القسم الثاني من القاعدة simple present and present progressive تحدثنا عن simple present وهو المضارع البسيط وكيف هي صورته ومتى يأتي الآن سنتحدث عن المضارع المستمر كيف هي صورة المضارع المستمر أن يأتي إما am أو is أو are ويأتي الفاعل بعده مضاف إليه ing متى تأتي am؟ تأتي am بعد i وتأتي is بعد إما المفرد أو بعد ضمير الفاعل he وshe وat وتأتي are مع الجمع أو بعد ضمائر الفاعل they, we, we, you ويليهم جميعهم الفاعل مضاف إليه ing هذه هي صورة المضارع المستمر أما متى نستخدم هذا الزمن use the present progressive for actions and situations that are happening now or are in progress developing and changing or for temporary situations إذن نستخدم زمن المضارع المستمر في الأحداث والحالات التي تحصل الآن هي التحصل وما زالت تحصل والتي تتغير وتتطور أو في الحالات المؤقتة نرى المثال الأول the firefighters are helping people to get out of the building رجال المطافي هم يساعدون الناس للخروج من المبنى الذي يحترق هنا مساعدة رجال الإطفاء للناس للخروج من المبنى هو حدث مؤقت يحدث لفترة وينتهي إذن استخدمنا به زمن المضارع المستمر جاءت r لأن الفاعل جاء جمع يأتي الفاعل بعده مضاف إليه ing the temperatures change with the seasons of the year هنا درجات الحرارة تتغير مع تغير فصول السنة هنا في هذه الجملة نلاحظ أننا استخدمنا زمن المضارع البسيط لأنها حقيقة أن درجات الحرارة طبيعي تتغير مع فصول السنة فهي facts إذن جاء الفاعل بدون أي إضافة لأن الفاعل جاء جمع the temperatures in the pools are changing drastically درجات الحرارة في القطبين هي تتغير بشكل جذري هنا استخدمنا زمن المضارع المستمر لأن هذا الحدث يتغير ويتطور باستمرار أن درجات الحرارة في القطبين دائما في تغيير وليست ثابتة وجاءت R لأننا نتحدث عن درجات الحرارة مجموعة وبعدها الفاعل أضيف إليه ing وهنا أيضا توضيح أنه في الأحداث permanent أي المستقرة والثابتة والتي لا تتغير نستخدم زمن المضارع البسيط أما في الأحداث المؤقتة temporary والتي تتغير وتتبدل نستخدم زمن المضارع المستمر فمثلا في هذه الجملة هنا جون يعيش في مدينة كيبك هذا حدث وفعل مستقر أنه يعيش في هذه المدينة أما الحدث المؤقت أنه يدرس في فرنسا إذن هو سيدرس بشكل مؤقت في فرنسا وبعد ذلك سيعود إلى مدينته كيبك فاستخدمنا هنا زمن المضارع المستمر جاءت is بعد هي وجاء الفاعل مضاف إليه ing وهنا نلاحظ في زمن المضارع البسيط لأن الفاعل جاء مفرد فأضفنا إلى الفاعل is قبل أن أنتقل للقاعدة الثالثة والتي تتحدث عن simple past and present perfect سأقوم بحل التمرين التي تتعلق بهذه القاعدة complete the sentences with the words in parentheses أكمل هذه الجمل بالكلمات الموجودة بين الأقواص use the simple present or the present progressive of the verbs إذن علينا أن نستخدم إما زمن المضارع البسيط أو زمن المضارع المستمر للأفعال number one he is living with his uncle until he can find his own place إذن هو يعيش مع عمه حتى لا يتمكن من إيجاد مكان خاص به إذن الفاعل live يجب أن يكون في زمن المضارع المستمر لأننا نتحدث عن حدث مؤقت سيعيش مؤقتا مع عمه حتى ينتقل إلى سكنه الخاص إذن بعده تأتي is وبعدها الفاعل مضاف إليه ing الماء يغلي لو سمحت أطفئ إذن أيضا غليان الماء وحدث مؤقت فبعد إطفاء النار الحدث يتوقف إذن أيضا سنستخدم زمن المضارع المستمر لأن الماء هو مفرد جاء is وبعده أيضا الفاعل أضفنا إليه ing هنا لدينا not وunderstand إذا أردنا أن ننفي في زمن المضارع البسيط إذا جاء الفاعل مجموعة فإننا ننفي بالdon't أما إذا جاء الفاعل مفرد فإننا ننفي بالdoes not هنا تخبر الجملة أن العلماء لم يفهمون سبب المشكلة إذن هذا حدث ثابت ومستقر استخدمنا فيه زمن المضارع البسيط هنا لدينا سؤال يوجد question mark ولدينا it وسنو ونسأل بشكل عام هل تثلج في فصل الشتاء في الدولة التي تعيش فيها إذن هنا بدأنا بالdoes لوجود it number five the moon goes around the earth هنا القمر يدور حول الأرض إنها حقيقة علمية إذن الفاعل go يكون في زمن المضارع البسيط بما أن القمر مفرد فالفاعل نضف إليه s what do you think of my idea ما هو رأيك بفكرتي هنا مع you دائما تأتي do في السؤال في زمن المضارع البسيط currently the number of immigrants in our country is increasing في الوقت الحالي عدد المهاجرين في دولتنا هو في ازدياد هذا الحدث في تطور وفي تغيير وهو غير مستقر إذن سنستخدم زمن المضارع المستمر وبما أن number هو مفرد إذن تأتي معه is والفاعل يضاف إليه ing دبي هي جزء من الإمارات لكنها ليس لديها مخزون احتياطي للبترول كما في أبوضبي إذن هنا هذه حقيقة علمية استخدمنا فيها زمن المضارع البسيط وأردنا أن ننفي بـ not وجاءت it إذن سننفي بـ does not الفعل بعد does not يأتي بدون أي تغيير أحمد لديه عمل جزء في أيام السبت لكنه لا يعمل اليوم بشكل مؤقت إذن استخدمنا زمن المضارع المستمر جاء he بعده is ونفيناها بـ not والفاعل أضفنا إليه ing ننتقل إلى القسم الثالث من القاعدة والتي تتحدث عن simple past and present perfect ما الفرق ما بين الماضي البسيط والمضارع التام نبدأ بزمن الماضي البسيط use the simple past to talk about events that began and ended in the past إذن نستخدم زمن الماضي البسيط عندما نتحدث عن أحداث بدأت في الماضي وانتهت في زمن ماضي والفعل دائما يكون في الزمن الماضي مثلا the Russians launched the first artificial satellite in 1957 أي أن الروسيين أطلقوا أول قمر صناعي عام 1957 إذن launched هنا جاء الفعل في الزمن الماضي أضفنا إليه ed وأيضا التاريخ انتهى في الزمن الماضي أما بالنسبة للمضارع التام use the present perfect to talk about an event or action that was completed in the past نستخدم زمن المضارع التام عندما نتحدث عن أحداث هي اكتملت في الزمن الماضي لكن الوقت غير محدد الفرق بينها وبين هذه الجملة أن هنا حدد الوقت في الزمن الماضي لكن هنا الوقت غير معروف العديد من الدول قاموا بإطلاق أقمار صناعية للفضاء أيضا also use the present perfect to talk about events that began in the past and continue into the present إذن دائما نستخدم زمن المضارع التام لنتحدث عن أحداث بدأت في الماضي وما زالت مستمرة في الوقت الحالي وكيف هي صورة زمن المضارع التام؟ أن يأتي بعد الفاعل المفرد has وبعده الفاعل في التصريف الثالث أو أن يأتي بعد ضمير الفاعل he وshe وit أيضا has والفعل في التصريف الثالث أو أن يكون الفاعل جمع فيأتي بعده have وأيضا الفاعل في التصريف الثالث أو أن يأتي ضمير الفاعل I, they, we, we, you ويأتي بعده have والفعل في التصريف الثالث هنا هذه الجملة إذن هنا أمريكا قامت بإطلاق العديد من الفضائيين إلى الفضاء منذ عام 1969 إذن بداية إطلاقهم للفضائيين كان منذ عام 1969 وما زال إطلاقهم مستمرا لليوم إذن هذا هو زمن المضارع التام وهنا جاءت has لأن أمريكا مفرد وبعدها الفاعل جاء في التصريف الثالث هنا since في الجملة تعني منذ أي بدأ هذا الحدث منذ هذا التاريخ وما زال مستمرا وهو ما يدلنا على زمن المضارع التام ننتقل إلى التمارين complete the email with the correct forms of the verbs use the appropriate tense أكمل هذا الإيميل أو الرسالة بالشكل الصحيح للأفعال واستخدم الزمن المناسب هنا أرسل فرناندو لصديقه مارتن وقال إذن كيف هي الأمور؟ أتمنى أن تكون بخير وأن عملك ليس فيه صعوبة إذن هنا جاءت are في بداية الجملة بعد you وأكملنا بعد and you are ونفيناها في نط ووضعنا للفعل ing لأنه بعد are و is و am يأتي الفعل مضاف إليه ing في زمن المضارع المستمر university life in Britain is إذن هنا الverb to be هو إما يكون is أو am أو are ونتحدث عن الحياة في بريطانيا عن الحياة هي مفرد فاستخدمنا is very different from the way it is in Santo Domingo هنا سيبدأ فرناندو بإخبار صديقه عن معلومات عن الحياة في بريطانيا للطلاب أول معلومة قالها most international students live in dorms for the first year of study معظم الطلاب العالميون هم يعيشون في سكن طلاب في أول سنة دراسة إذن هذه معلومة إذن نستخدم في المعلومات الحقيقية عن البلد زمن المضارع البسيط بعد الجمع يأتي الفعل بدون أي إضافة المعلومة الثانية the dorms are places that help new students gradually settle into life in the UK أي أن السكن هو المكان الذي يساعد الطلاب الجدد بأن يستقروا في حياتهم في بريطانيا إذن أيضا هنا جاءت help بعد dorms بدون أي إضافة المعلومة الثالثة and meet other students like them أنهم يقابلون طلاب آخرين مثلهم أيضا ميت جاءت بدون أي إضافة بعد جمع the dorms أي بعد السنة الثانية أو الثالثة فإن الجامعة تشجع الطلاب بأن يجدوا مساكن خارج مبنى الجامعة الآن سيبدأ فرناندو بالحديث عن نفسه قال I was lucky when I first arrived at the university لقد كنت محظوظا عندما وصلت إلى الجامعة إذن هنا يتحدث في الماضي هنا الماضي من be والذي يأتي مع I هي am وماضيها was الماضي من arrive هي arrived I got a nice comfortable room إذن أيضا الماضي من get هي got الآن هو استخدم زمن المضارع البسيط لأنه يخبره أن لديه جار في الوقت الحالي I have a neighbor from Ghana who is also my friend هو لديه جار من غانا هو أيضا صديقه إذن هنا استخدمنا زمن المضارع البسيط It is a winter here now إذن الفصل الآن هو فصل الشتاء والverb to be الذي يأتي مع it هو is I haven't seen the sun since I arrived إذن هنا سنستخدم زمن المضارع التام لأنه يتحدث عن حدث حصل في الماضي وما زال مستمرا للآن أنه لم يرى الشمس منذ أن وصل وفي زمن المضارع التام مع I تأتي have المنفية بnot وبعدها الفعل في التصريف الثالث دائما مع while نستخدم زمن المضارع المستمر لأنها تدل على الشيء نفعله ونستمر في فعله وحدث آخر أيضا نقوم بفعله مع you تأتي are والفعل أضفنا إليه ing ومع I تأتي am وأيضا الفعل أضفنا إليه ing أما مع when فدائما الفعل يأتي في الزمن الماضي when I applied for the scholarship I knew it was a great opportunity and I wanted the experience of living abroad إذن هنا جاءت when إذن جميع الأفعال ستأتي في الزمن الماضي وهنا عاد بإخباره عموما فاستخدم زمن المضارع البسيط فقال I really like this country but I miss you and sometimes I feel really homesick أنا جدا أحب هذه الدولة ولكنني أشتاق إليك وبعض الأحيان أشعر بالحنين إلى الوطن write back soon اكتب لي حالا best regards مع تحياتي فرناندو ننتقل إلى فقرة C ask Fernando from exercise B about his life in Britain اسأل فرناندو من تمرين B عن حياته في بريطانيا work with a partner أعمل مع صديقك make up questions and answers قم بعمل أسئلة وإجابات هنا مثلا تنسأل فرناندو عن Roman Baths عن الحمامات الرومانية قال have you been to Bath هل سبق وذهبت إلى هذا الحمام yes I have أجابه نعم when were you there متى ذهبت إلى هناك I was there a month ago ذهبت إلى هناك قبل شهر did you see the Roman Baths وهل رأيت الحمامات الرومانية yes I did الإجابة من نفس السؤال هنا سنأسأل عن fish and chips عن السمك والبطار have you ever eaten fish هل سبق وتناولت السمك yes I have الإجابة من نفس السؤال do you like it هل أحببتها yes I do نعم how often do you eat it كم عدد المرات التي تناولتها بها twice a week مرتان في الأسبوع when was the last time you ate it متى كانت آخر مرة تناولتها فيها I ate it three days ago قبل ثلاث أيام هنا نماذج للسؤال عن ممكن أن نقول have you been to start for open oven yes I have when were you there I was there last summer متى كنت هناك الصيف الماضي did you see shekespear's house هل رأيت منزل shekespear yes I did وأيضا نموذج للسؤال عن المطاعم البريطانية ممكن أن نقول have you been to traditional British restaurants yes I have when were you there I was there last weekend did you eat fish and chips yes I did وإذا أردنا أن نسأل عن game of cricket ممكن أن نقول have you been to a cricket field هل سبق وأن ذهبت إلى مكان لعب الكريكت yes I have when were you there I was there on Friday did you watch a game of cricket هل شاهدت مباراة للكريكت yes I did والآن وصلت إلى نهاية شرح هذا الدرس ونهاية الفيديو وإذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزل أسبل الفيديو وضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا